لأهم جيف جرائد اليوم ووصلت زادة جاية الصحافة وقالت قي سعيد بين عهدتين من الشعب يريد إلى البناء والتشيد في جاية المغرب كتبت بعض العليا عن نتاج الأولين الانتخابات الرئاسية الناخبون فوق 35 سنة يختارون سعيد لعهدت ثانية وفي جاية الصباح قالت حسب الرئاسية منذ الدور الأول فوز المترشح قي سعيد بنسبة 90.69% وعربيا في جريد الشرق الأوسط اللي قالت تعدد الجبهات في ذكرى الطفان أمريكا لإقناع إسرائيل بضربة لا تستدعي ردا إيرانيان فقط بش نرجع على كلمة سي بارتي بغنوفو موديل دو ديفلوبمان أنا نسأل أين هو موديل دو ديفلوبمان؟ أنا فاكر علي ما أنت الموديل ديفلوبمان مروي؟ لحد الآن ما زالت ما فاماش ملامح الظاهرة لهذا المنويل التنموي لو أنه سمعنا عليه برشا الحقيقة مش من عند رئاسة الجمهورية ولكن نتفكره خاصة في الحملة متع التشريعية والناس كل عندها مناويل متع تنمية ومتع كذا هذا كل ما شفناش لحد الآن شفنا بعض التوجهات في الجانب الاقتصادي مبنية على الشركات الأهلية مثلا ولكن مزلنا ما خلطناش لمستوى يعني نفغي موديل متكامل يهم القطاعات الكل وفيه وفيه رؤية واضحة وفيه أهداف مرسومة ومرقمة خاصة واضح الموديل كل ما تسمع مودي خليف رئيس الجمهورية تفهم شو هو التوجه العام معناها موديل سوسيوليبرال أن الدولة تكون موجودة في كل القطاعات الاقتصادية عندها مؤسساتها باشتعد الأسعار باش تكون تضبط معناها قوانين السوق في نفس الوقت تطلق اليد للمبادرة الخاصة والفردية ولا معناها الشركات وفي أكثر نتحدث هو في عديد المرات على البي بي بي الشراكة بين القطاع العام والخاص وهذاك هو المطلوب عن أن الدولة تكون هي تقوم بواجبها خاصة إيجاء الفئات للهشة والفقيرة والضعيفة وهذاك عليش تحدث على قطاع النقل والصحة كل القطاعات تتمثل فئات هذه الهشة ومعناها لذات المقدر الشرائية الضعيفة في نفس الوقت القطاع الخاص يخدم على روحه وهذاك في ميدانه ولكن تكون الدولة موجودة في كل قطاع كما تحدث هو فيها على معمل السكر كما مشاهل معمل فوليف كما غيره الدولة والقطاعات هذه الاقتصادية كل تكون موجودة فيها بمؤسساتها من أجل تعديد الأسعار وخاصة قطعم الاحتكار ومع أنه هاكل النظام الرائعي اللي كنا ماشيين فيه هو بوركاستوتن سيستامر هو سيستامك متاع المونوبول متاع احتكار القطاعات الاقتصادية لديه بعض الشركات معناها الكبرى مش منساميه وشو قولوش عائلات هذا ما عادش مسموح به اليوم الدولة يجب ترجع تلعب دورها خاصة في القطاعات الحساسية الحساسة والستراتيجية كما الصحة والنقل والتعليم وغيره لكن في نفس الوقت خلي المبادرة للقطاع الخاص معناها المبادرة هذا اللي انتي تقول فيه مادين نفهم مروين يقول لك هذا ماهوش واضح معناته ماهوش واضح خيم واقس وبلانك في برنامش على السدوة بايت خيمي هو قال فيه عديد تسريح لا موش على النواة هو قال يعني معمل السكر في بيجة رموش موديل لا مشاو فما معناها فلتيجي هذي باش نحسنو قتاع النقل وحتى كيتنقل للسين تحدث قال يزمن حافليات من نوع هذي يزمن تجديد الأسطول حديث طيو انتي حديث ما احنا نحكيوه كنت شنو الموديل انتي ماكش فيه مو الموديل هاو قال هو لك بعد تطبيقه احنا مالسؤل ماهوش هل موشين انتبقوا في الموديل ولي سؤل جالت لابرس هوليوم ايه واني شكالت خلت سنوهو اس سباكتي 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 موديل هاو مالسي ماني مش نبدأ ونتبقوا فيه وليم مال موديل نعرفوا احنا نسألتو قد شوهو الموديل هذي اي كنومي قد لك راهو الدولة السياء موديل سوسيو وليبيرال تعت الخطاع الخاص حقه وفين رسل وقت الدولة موجودة معنية مشتكم دورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة